السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم سلطة الارز والخضر على شكل طبقات شكل جديد وراقي متكاملة وغنية بخطوات ومكونات بسيطة متواجدة في كل منزل تمنى تجربوها يمكنكم تقدموها لضيوب ديالكم في العراضات والمناسبات مهم بلما نطاول عليكم دوز المقادر وطريقة التحضير بسم الله المقادر ديالناهما هادو كنحتاجو اربعة بطاطات مسلوقين تقريبا زلفة در روز مسلوق معها خيزو جلبانة عدنا خيزو محكوك بحكا كغليضة بربا محكوك بحكا كغليضة علبة دميز دورة المعلبة بيض مسلوق جبن محكوك زيتون مقطع والتوابل كنحتاجو الإبزار والملح بسلة صغيرة مشلدة مايونيز منزلي سبق اللي شاركتو معاكم غدي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف قصبو الماعد نوس مقطع رقيق علبة طونة والخل أول حاجة كناخدو البطاطا ديالنا كنقطعو كنعملوها بطحانة كنعملو شوية الملح شوية الإبزار كناخدو الزيت ديال الطون فقط كنصفيو الزيت كنعملو شوية الملح شوية الملح شوية الملح شوية الملح شوية المولح لهم كنعملو جبن ومن بعد كنضيف وجوج مع علاق كبارد المايونيز انا فضلت نطحنها بهذه الماكينة حيث ما كنسوفرش على الماكينة اليدوية كتجي احسن بالتحانة اليدوية شكل بتطاروسا دينا وهذا كتجي كريمي صراحة كتجي لديدة بالزف كتجي بحل دي المحلة صندويج رائعة بتطاروسا دينا شكل دينا كريمي ما يمكنش تخدمو بيها اول حاجة كنفرشو البلاستيك الغدائي وكنعملو على الشكل دي القالب اللي غادي نستعملو انا غادي نستعمل قالب دائري خديت واحد طبسي بالحجم ديالو باش تاخدلي العبار ديال ديال القالب ديالي ومن بعد كندخلوها المجمد حتى كتشوبار راسة عاد كنخدمو بيها كناخدو الروز ديالنا كنضيفو الواحد بيضا مسلوقة ومحكوك بحكا كغليدة كنزيدو عليه الميز دور المعلبة صراحة تلادك جي رائعة كجي لديدة بزت تمنى انكم جربوها ومبعد كنضيفو زيتون مقطع ونضيف علبة الطونة اللي تسعطيها واحد لنكه زوينة نضيف قليل من الملح والإبزر ونضيف المايونيز لسه دم علق كبار ونخلطه حتكت تجانس العناصر مع بعضه كنناخدو خيزو أوجازار دينا اللي كنكونو حكينا بحكا كغليضة ونضيفلو القصبول مع دنوس كنكونو قطعناه مرقيق ومن بعد كنضيفل قليل من الملح والإبزر حاولو أنكو متكتروش من الملح وكنضيفو جوج مع علق كبار ديال الخل وكنخلطو العناصر مع بعضه كنناخدو البربر اللي حكيناه بالحكا كغليضة وكنضيفولو البصلة مش للدرقيق ومن بعد كنضيفولو القصبول مع دنوس مقطع وكنضيفو القليل من الملح والإبزر ثم كنضيفو جوج مع علق ديال الخل بنفس الطريقة اللي خدمنا بها الجازر كنخدمو بها البربر كنخلطو مزيان كناخدو المول ديالنا أنا اختارت هاد المول دائري كتجي رائع في المظهر بحل طرطة اولا كندهنو المول مزيان بالزيت تحدفلي المقطع مهم كتقسم الكيميات الروز إلى قسمي كناخدو الكيميات اللولى كندغطو عليها مزيان بالمعلقة أو بسباتول باس كتشدنا القياس ديال المول ومن بعد كناخدو الطبقة الثانية ديال الجازر بنفس الطريقة ديال الروز كنعملو الجازر وكندغطو مزيان بالمعلقة أو بسباتول الصراحة هاد شلادة كتجي رائعة متكاملة وصحية وشكل دياله رائع كنتمنى انكم تجربوها وكطبقة ثالثة كنخرجو البطاطاروسة من المجمد بعد ما شدت راسها صراحة هاد البطاطاروسة كتجي لديدة بزف كنحيدوها من البلاستيك الغدائي كنحاولو نقضوها في القلب ديالنا كناخدو البربا بنفس الطريقة كنضغطو عليها بشمع القاءة أو بسباتول صراحة هاد طريقة رائعة ديالبربا حتى الوليدات لما كانوش كي يكلوها بهاد طريقة غادي يكلوها لكم لان البربا كيف كتعرفو عنده فوائد بزف كتقلل من الإصابة بأمراض القلب كتساعد على الهضم تخفض ضغط الدم والكثير الكثير من الفوائد وكطبقة أخيرة نصف الكمية اللي بقتنا ديالروز كنوضعوها على المول وبنفس الطريقة كنوضعوها في المول كامل ومن بعد كندخلوها المجمد تقريبا نسب ساعة وكنزينوها الشكل نهائي جلالة ديالنا هو هذا بعد ما خرجناها من المجمد وزينناها نتمنتنا الإعجاب ديالكم كتجي رائعة وراقية في المظهر يمكن لكم تقدموها للضيوف ديالكم في العراضات والمناسبات شكرا على المتابعة ديالكم وكنشكر المتتابعين ديالي على التعالق الرائع اللي كتشجعني وكيف العادة كنرحب بالمتتابعين جداد وكنقول لهم ألف مرحبا وإذا كنتي أول مرة كتشوف لها فيديو وعجبك المحتوى ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل جارس بشي وصلك كل ما هو جديد وشكرا لكم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر